قيام الليل تارة تدل على قيام الليل ما أخفي له من قرة أعين قال جل وعز شانه يقول أهل العلم رحمه الله قال أهل العلم رحمه الله عفوا أن الرجل لماذا يكافأ من يقوم الليل تتجافى جنوبه مع المضاجع يدعونا ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناه من فقون قال بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين لماذا الله عزلنا أسبا فائدة لي ولك الله عزل يذكر قيام الليل قيام الليل قيام الليل يعطيك يعني جزاؤه الجنة ما نعيم الجنة لو سألنا سؤالا ما نعيم الجنة تقول الحور العين الأنهار رؤية الله تذكر عدة نعم من ضمن هذه النعم الحور العين لكن الله عز وجل لما ذكر قيام الليل حينما قال تتجافى جنوبه مع المضاجع يدعونا ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عقب بعدها قال فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين لماذا ذكر قرة الأعين الحور العين في مضمار أو في التكلم عن قيام الليل قال أهل العلم رحمهم الله الرجل أخفى عمله عن الناس هذه بداية فأخفى الله له جزاء من الحور العين ثاني شيء وهو الأطيب دائما الرجل لا تستهويه إلا النساء الرجل لا تستهويه إلا النساء كل نعيم الدنيا يزول عند الرجل إذا ذكرت النساء لهذا زين للناس قال تعالى حب الشهوات أول ما بدأ جل وعز شانه بذكر الشهوات قال زين للناس حب الشهوات قال من النساء أول ما ذكر النساء جل وعز شانه لماذا؟ لأن المرأة تأسي الرجل علم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كن مهما يكون رجل صاحب فطانة وعقل وحكمة وحزم لكن تأتي امرأة تكسر هذا الكيان بكلمة واحدة منها لماذا؟ هكذا طبيعة الرجل هكذا طبيعة الرجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحذر لأنه يعلم عليه صلى الله عليه وسلم أن الرجل تأسيره المرأة الرجل تأسيره المرأة هذا مقابل فالله عز لما ذكر قيام الليل فألذ ما ينعم به عين الرجل ألذ ما تنعم به عين الرجل هي المرأة الجميلة المطيعة لهذا الله عز الختم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فوصف الحور العين قرة أعين لأن عين الرجل تقر تطمئن إذا رأت من جمال المرأة وأنسها فالله عزيزيك كافأ هذه بهذه أخفيتم نعم أخفيتم الطاعة وأنا سأخفي لكم الحور العين بجمالهن وعددهن أنتم أخفيتم في ظلمة الليل فأنا سأعطيكم في جمال ونور الجنة امرأة ترى مخ خساقها علم أنتم تقلمون الليل تكابدون عناء الليل والقيام من الفراش الدافئ وبجوار زوجة الجميلة وأنا سأكافيكم بأفضل من هذا بالحور العين لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضحك أو لا يعجب من رجل ترك فراشا دافئ وامرأة حسناء ليقوم الليل كما جاء في الحديث فناسب ذكر القيام بإخفاء عدد الحور العين واضح؟ أسأل الله أن تكون وصلت المسألة